بسم الله الرحمن الرحيم مثال على أسليب إدارة المشاريع هو هذا المثال ترغب شركة التموين التجارية في تطوير وتوسيع مجمعها التسويقي بحيث تضيف وحدات تسويقية جديدة الأنشطة التي تتكون منها عملية التوسيع يوضحها الجدول التالي عندي مجموعة من الأنشطة النشاط الأول ألف تحديد الرسومات الهندسية هذا النشاط النشاط السابق لي لا يوجدها شرطة معناه أنه لا يوجد النشاط السابق لي أي يمكن البدء في هذا النشاط بدون انتظار أنشطة سابقة الوقت بإسبوع لهذا النشاط خمس أسابيع وقت إنجاز هذا النشاط النشاط الثاني باء تحديد المستأجرين المتوقعين وأيضا لا يوجد له نشاط سابق مدته بالإسبوع ست أسابيع النشاط جيم إعداد البيانات للمستأجرين وهذا النشاط جيم له نشاط سابق وهو ألف أي لا يمكن البدء في إعداد البيانات للمستأجرين قبل تحديد الرسومات الهندسية اللي هو النشاط ألف مدة هذا النشاط أربع أسابيع النشاط دال اختيار المقاول أيضا بيكون بعد تحديد الرسومات الهندسية اللي هو النشاط ألف ومدته تلت أسابيع النشاط هاء إعداد البيانات لتصريح البلدية أيضا لا بد من إنجاز النشاط ألف اللي هو تحديد الرسومات الهندسية قبل البدء في هذا النشاط النشاط هاء الحصول على موافقة البلدية بيكون النشاط السابق ليه هو هاء له إعداد البيانات لتصريح البلدية ومدته أربع أسابيع النشاط اللي بعده هو البناء والنشاط السابق ليه هنا هو نشاطين في الحقيقة ممكن يكون عندي أكتر من نشاط سابق نعم ممكن فهذا النشاط اللي هو البناء ليسبقه دال اختيار المقاول ويسبقه هاء والحصول على موافقة البلدية ومدته أربع تاشر أسبوع النشاط هاء توقيع العقود مع المستأجرين يسبقها باء وجيم ومدته اتناشر النشاط ته تسليم المستأجرين يسبقه زين وحاء ومدته بالأسبوع اتنين طبعا كل هذه البيانات يمكن تلخصها في هذا الرسم النشاط ألف مدته خمس أسابيع بدايته عند واحد ونهايته عند اتنين بداية النشاط تمثل بدائرة ونهاية النشاط تمثل بدائرة وطبعا هذا النشاط ليس له نشاط سابق يعني عند ألف لن تجد نشاط سابق عند واحد عفوا لن تجد نشاط سابق لها لن تجد دوائر أخرى سابقة لها أيضا النشاط باء مدته ست أسابيع بنضع اسم النشاط أعلى الخط وتحت هذا الخط بنضع مدة هذا النشاط وبتكون بدايته عند واحد ليس له نشاط سابق ونهايته عند ثلاثة نشاط زي هذا النشاط مثلا له أنشطة سابقة نشاط زي زين مدته 14 له نشاطين سابقين دال وواو لأن بداية زين حتكون خمسة ويسبقها 2 و4 وهكذا إذن شبكة العام اللي موجودة أمامنا تمثل هذا المثال تمثل بالضبط اللي احنا قلناه في هذا الجدول الخطوة الأولى لإيجاد المصاري الحرج كيفية إيجاد المصاري الحرج الخطوة الأولى نبدأ من بداية الشبكة أي نبدأ من الدائرة رقم واحد الدائرة الأولى ونتجي إلى نهاية الشبكة اللي هي الدائرة الأخيرة بحسب طبعا اتجاه الأسهم ونحسب الوقت المبكر لبداية كل نشاط إذن لكل نشاط هنحسب الوقت المبكر لبداية هذا النشاط ونرمزه بالرمز ES Earless Start والوقت المبكر لنهاية كل نشاط إذن هو IF يبقى حسب الوقت المبكر لبداية كل نشاط والوقت المبكر لنهاية كل نشاط الوقت المبكر لبداية كل نشاط هنحسبه بهذه الطريقة الوقت المبكر للنشاط الأول هيكون صفر الوقت المبكر لبداية أي نشاط آخر غير النشاط الأول هيكون أكبر قيمة للوقت المبكر لنهاية الأنشطة السابقة مباشرة لهذا النشاط الوقت المبكر لنهاية أي نشاط هيكون الوقت المبكر لبداية النشاط زائد الوقت اللازم لهذا النشاط كيفية تطبيق هذا الكلام؟ هذا النشاط ألف هو النشاط الأول ليس له أنشطة سابقة بداية مبكرة لهذا النشاط لأن النشاط الأول الوقت المبكر لبداية النشاط الأول يساوي صفر إذن الوقت المبكر للنشاط الأول هضعه في هذا المربع ويساوي 0 الوقت المبكر لنهاية هذا النشاط هضيف بداية هذا النشاط زائد الوقت اللازم لهذا النشاط يعني 0 زائد 5 إذن هذا هو الوقت المبكر لنهاية هذا النشاط إذن بالترتيب بضع الوقت المبكر لبداية النشاط والوقت المبكر لنهاية النشاط النشاط باء أيضا ليس له أنشطة سابقة إذن سيكون بدايته 0 بداية المبكرة له 0 والنهاية المبكرة 0 زائد 6 تساوي 6 النشاط جيم طبعا له أنشطة سابقة وبالتحديد نشاط سابق 1 إذن البداية المبكرة لهذا النشاط ستكون هي نفسها نهاية النشاط السابق إذا كان يوجد أكتر من نشاط سابق إذن سيكون البداية هي القيمة الأكبر في نهاية النشاط السابق طبعا بداية النشاط هنا 5 إذن نهاية ستكون 5 زائد 4 تساوي 9 وهكذا النشاط ديل سيكون هنا له نشاط سابق 1 فإذن بدايته ستكون هي نهاية السابق يعني 5 ونهايته ستكون 5 زائد 3 تساوي 8 نشاط هاء له نشاط سابق 1 أيضا نهايته عند 5 إذن هاء يبدأ عند 5 وضيف 1 اللي هي زمن هذا النشاط يساوي 6 نشاط هاء له نشاط سابق 1 إذن بداية هاء 6 اللي هي نفسها نهاية النشاط السابق لي ونهايته عند 6 زائد 4 يساوي 10 نشاط هاء له نشاطين سابقين واحد نهايته 6 والتاني نهايته 9 فبختار الأكبر هيكون 9 9 زائد 12 أحصل على نهاية هذا النشاط 21 النشاط زين له أيضا نشاطين سابقين واحد ينتهي عند 8 والآخر ينتهي عند 10 فهيكون الأكبر هي بداية نشاط زين يعني 10 نضيف عليها 14 تحصل على 24 نهاية هذا النشاط النشاط الأخير ته يسبقه ح وزين ح نهايته 21 وزين نهايته 24 الأكبر هي 24 إذن نهاية هذا النشاط هتكون 24 زائد 2 تساوي 26 الخطوة التانية نبدأ من النهاية الخطوة اللي فاتت بدأت من البداية هنا حبدأ من النهاية إلى البداية أبدأ من الدايرة الأخيرة ونتجه إلى بداية الشبكة اللي هي الدايرة الأولى بطريقة عكسية ونحسب الوقت المتأخر إحنا اللي حسبناه كان الوقت المبكر لبداية ونهاية كل نشاط هنا حنحسب الوقت المتأخر لبداية ونهاية كل نشاط الوقت المتأخر لنهاية النشاط الأخير هيكون هو نفسه المدة اللازمة للمشروع الوقت المتأخر لنهاية أي نشاط غير الأخير هيكون هي القيمة الأصغر في الوقت المتأخر لبداية الأنشطة التالية مباشرة لهذا النشاط الوقت المتأخر لبداية أي نشاط هيكون هو الوقت المتأخر لنهاية النشاط ناقص الوقت اللازم لهذا النشاط إذن حبدأ من النهاية واحسب الوقت المتأخر هنا حبدأ بالوقت المتأخر 26 لهذه وقت المشروع بالكامل واطرح منها 2 نحصل على الوقت المتأخر لبداية هذا النشاط لهو 24 نشاط زي حه مثلا الوقت المتأخر لنهاية هذا النشاط هتكون هي نفسها بداية التالي مباشرة والوقت المتأخر للبداية هيكون 24 ناقص 12 نشاط زي زين هيكون 24 ده الوقت المتأخر لنهاية هذا النشاط اللي هو نفسه الوقت المتأخر لبداية النشاط التالي بداية النشاط الوقت المتأخر لبداية النشاط هيكون 24 ناقص 14 يعني يساوي 10 نفس الشيء هكرره على جميع الأنشطة طب إذا كان نشاط يسبق أكتر أو عفوا يتلو أكتر من نشاط يعني مثلا هذا النشاط له أكتر من نشاط تالي هنا مثلا كيفية حساب الوقت المتأخر لنهاية وبداية هذا النشاط هنا عندي جيم ودال وهاء ثلاث أنشطة تالية لهذا النشاط ألف إذن الوقت المتأخر أبحث عن العدد الأصغر عندي هنا 8 بداية هذا النشاط 8 وهنا 7 وهنا 5 إذن هنا هيكون 5 اللي هو العدد الأقل في الوقت المتأخر للأنشطة التالية 5 ناقص 5 طبعا هيكون 0 إذن حسبنا الوقت المتأخر لبداية ونهاية كل نشاط ترجمة نانسي قنقر